دشن محافظ محافظة حضر موت مبخوت بن ماضي الافتتاح الرسمي للمشفى العسكري بالمكلة كأول مشفى عسكري بالمحافظة بتمويل من السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية حيث سيشكل تشغيله نقلة نوعية في الخدمات الطبية العسكرية ورافدا لقطع الصحة في المحافظة وسيقدم المشفى في مرحلته الأولى خدماته الطبية المتمثلة في الطوارئ والعيادات بصورة مجانية للمرضى العسكريين من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وأيضا قوات الأمن العامة والشرطة بساحل حضر موت من الجانب العسكريين المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحة كما سيقدم المشفى خدماته للأفراد المدنيين من أسر العسكريين الذين يشملهم التأمين الطبي العسكري إضافة للمواطنين من سكر المنطقة والمحافظة طبعا الحقيقة نحن سعداء اليوم وتواجدنا في هذا المكان زرنا عدد من المرات بدأت التجهيزات خطوة خطوة اليوم يبدو أنه كان يستطيع أن يقوم بمهامه في الخدمات الصحية للمحافظة نحن لا نعتبره مستشفى عسكري فحسب بل مستشفى من مستشفيات المحافظة للقطاع الصحي فإذا تحمل أعباء معالجة العسكر وأسرهم فهو مهمة كبيرة يؤديها هذا المستشفى بالإضافة إلى أن الأحياء المحيطة بهذا المستشفى سيجدون خدمتهم هنا في التطبب في هذا المستشفى الأخوة في قيادة المنطقة العسكرية الثانية النخبة الحضرمية لديهم إصرار عجيب في افتتاح هذا المستشفى ليقوم بمهامه في هذه الخدمات الجليلة التي تقدمها جميع المستشفى اشتركوا في القناة